ولكن أروح للأسئلة ممدوح في جزئية العلاقة ما بين الطرفين الزوج والزوجة بتتحول إلى عنف طيب في أشكال كتير من العنف مشارطة يكون الجسدي زي العنف اللفظي مثلا بتوعوا الناس وتوعوا الشباب من خطورة حتى العنف اللفظي زي؟ في البداية خلينا أقول لحضرتك يا سيد عمر أن أسباب العنف اللي بتحصل في الأسرة الأسرة بقى يعني سواء زوج ضد زوجة أو العكس أو الأزواج ضد الأبناء أسبابها نوعين أسباب داخلية وأسباب خارجية أن الزوجة أو الزوجة دول تم ممارسة ضدهم عنف مثلا في الأسرة وهم صغيرين فأصبحوا من معنفين لمعنفين بتربوا على العنف دائرة عنف ويمكن ده بيجاوب على سؤال للأثر الطويل للعنف في المستقبل زي ما حضرتك بتقول أن العنف ليه أشكال وليه صور مختلفة بنقول للشباب والبنات المقبلين على الزواج من المخطوبين نخد بالك يا جماعة العنف هما للأسف الصورة الزهنية عنه هو الضرب أو السب والقصف فيه أشكال كتير مختلفة منها مثلا العنف المعنوي التهديد في وقت من الأوقات أن أنا بهدد الطرف التاني أنه لو عملتش كذا فأنا هنفصل عنك أو كده فيه كمان نوع من أنواع العنف الاقتصادي اللي هو الحرمان من المصروف الحرمان من العمل الحرمان من استكمال التعليم في وقت من الأوقات فيه العنف الجسدي اللي هو الإهانة والراكل والصفع والضرب بنقابل كمان نوع من أنواع العنف الجنسي بيبقى داخل الأسر فإحنا عندنا صور كتير جدا وأشكال كتير جدا ويمكن أبرزها بتبقى العنف النفسي العنف النفسي اللي هو بعض الألعاب النفسية اللي بيمارسها طرف تجاه طرف أخر زي مثلا في وقت من الأوقات عدم الاهتمام نوع من أنواع العنف البعد والطريقة اللي احنا بنستخدمها مثلا في النكد أو الطريقة اللي بتستخدمها دايما بإنهاء الحياة ده إحنا خلاص إحنا كده خلاص إحنا كده ده أنا ده أنا أعلمي هدوم ويمشي ده أنا ده أنا أسيب لكم البدوة ومش أفرق فين الزبط التهديد والتخليل كل ده في إطار العنف المعنوي التقليل من الطرف الآخر يا أستاذ عمرو عنف معنوي المقارنات نوع من أنواع العنف المعنوي طب حرك قلت إن قد يكون هذا المعنف هو معنف في الصغر طب هل في أسباب تانية للعنف؟ طبعا بعد الأسباب واللي بيتخذوها أحيانا كمبررات يقولك ده راجل مضغوط زي ما تفضل فضلت الدكتور عمرو من شوية وقال إن في ناس بتدي نفسها مبررات ده مضغوط نفسيا ده لا مش مبرر ليك أبدا أن أنت تستخدم ده كعنف في وقت إن لو هتتقول أصلا أنا مضغوط وأصلا عندي لأ لازم تفصل يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان رسول ونبي وحمر رسالة للعالمين ومع ذلك كان بيبعد عن العنف إحنا بنقول إن حالة العنف تتنافى مع الإنسانية وبنقول طول الوقت إن المفاهيم اللي مغلوطة في المجتمع هي أحد أسباب العنف إضرب أكثر للبنت ضلع يطلعها مية مش عارف إيه كل دي بتولد عنف في المجتمع دي أسباب داخلية في أسباب خارجية أسباب خارجية مثلا لما الشاب يقض مع زميله على القهوة ويبدأ يحكي يقول له لا إضربها أحرمها من المصروف دي أسباب خارجية تكسير الأصدقاء والأكران على الطرف ده فيه كمان الدراما أو اللي بيشوفه في السوشيال ميديا دواير العنف اللي بقت موجودة في المجتمع الولد اللي دبح أخوه لإن شافه في مسلسل ولا في كرتون وحب يدبح واحد بالظبط أطفال ستة وسبعة وعشر سنين دي دواير عنف وبتبدأ من الصغر فعلا وبالتالي بنقول للأباء في وقت التربية الإيجابية رأبوا الحاجات اللي أولادكم بيتفرجوا عليها وبيشاهدوها مهم جدا أن احنا نوضح أن العنف بيتناسب عكسيا مع التفاهم فكل ما قال التفاهم كل ما زاد العنف في الأسرة العنف بداية أن ما فيش لغة حوار أساسا